أصبحت قرية البسيسة بمحافظة الشرقية قرية رائدة في الاستفادة من الموارد الطبيعية بعد تجربتها الفريدة من نوعها بإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر للتخلص من تلوث الطاقة القهربائية يعتبر مشروع البسيسة أحد أشهر المشروعات في استغلال الموارد الطبيعية بالقرية في عملية التنمية البيئية عن طريق استخدام التكنولوجيا لتوليد القهرباء لإنارة المنازل والشوارع وتشغيل الأجهزة القهربائية في قلب الريف حيث يتناغم التراث مع التطور تبرز قرية البسيسة في محافظة الشرقية كرمز للتغيير والتقدم في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها الكثيرون فقد استطاعت هذه القرية أن تتحول إلى نموذج ملهم في استخدام الطاقة الشمسية فمنذ أن بدأت المبادرة في عام 1978 حولت البسيسة تحديات انقطاع الكهرباء إلى فرص للنمو والتطور مما جعلها مثالا مشرفا للابتكار في مجال الطاقة المتجددة واليوم تشع القرية بأنوار الألواح الشمسية على أسطح المنازل لتثبت أن الطموح والتعاون يمكن أن يسمران عن حلول مستدامة تلب احتياجات المجتمع وتدعم التنمية المستدامة القصة تبدأ عندما قدم صلاح عرفة أستاذ العلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أول خلية شمسية إلى أهالي قرية البسيسة وفي عام 1978 كان المشروع في مراحله الأولى حيث تم استخدام الخلية لتشغيل الأجهزة البسيطة كالراديو والتلفزيون المحطة المركزية التي أنشأتها الجمعية بتوطي ما يقرب من 50% من القرية بجانب الجمعية الوحدة أصلاً حضرتك بتاخد كدرة لأن فيها أحمال بحلول عام 2017 تحولت الفكرة إلى مشروع طموح حيث أنشأت القرية محطة شمسية كبيرة بساعة عشرة كيلوهات في الساعة هذه المحطة لم تكن مجرد إضافة تكنولوجية بل أصبحت ركيزة أساسية في تلبية احتياجات القرية من الطاقة وبهذا أدى استخدام الطاقة الشمسية إلى تغيير جذري في حياة سكان البسيسة حيث أصبح من الواضع تأثيره الإيجابي على فوتير الكهرباء فقد شهدت الأسر انخفاضاً مرحوظاً في تكاليف الكهرباء كما أصبح انقطاع الكهرباء مشكلة من الماضي بفضل الاعتماد على الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية مشروع عظيم جداً ربنا كرمنا به بالدكتور سلاح عرفة ووفر علينا حاجات كثيرة جداً كنا ندفع في القهرباء 300-400 جنيه بيتها تدفع 50 جنيه وعند انقطاع الكهرباء ما بنحسش بيها بصراحة لوجود الطاقة نتمنى من الدولة أنها تدعمنا وتخلينا أن القرية كلها تستفاد بالمشروع دواً لإمكاناتها العالية جداً وتريحنا من انقطاع الكهرباء دي بصمرة وبالإضافة إلى النجاح المحلي أثرت تجربة البسيسة على مناطق أخرى في مصر فقد ألهمت نجاحاتها مشاريع مماثلة في مناطق رأس سدر بجنوب سيناء حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة وإنتاج الغاز الحيوي ومجالات أخرى تعد قرية البسيسة مثالاً بارزاً على كيفية تحقيق التحولات الإيجابية من خلال الابتكار والإرادة الجماعية فبتبنيها للطاقة الشمسية أثبتت القرية أن الحلول التقنية يمكن أن تكون مفيدة وفعالة حتى في مواجهة أكبر التحديات فنجاح البسيسة لا يمثل فقط انتصاراً في مجال الطاقة المتجددة بل هو شهادة على قدرة المجتمعات الصغيرة على تحقيق التغيير الكبير من خلال التعاون والتفاني